السلام عليكم ازايكم يا شباب معاكم تاني مستر جلاد من قناة مستر جلاد بريتش سكول ولساتنا في موضوع سد النهضة اسمحوا لي حضرتكم في احداث حصلت في الكام يوم اللي فات احداث مهمة ولكن طبعا ما ما سجلتش اي فيديو لان اولا كنت مريض في مستشفى الحقنة التانية بتاعة الكورونا تسببت في ورم ركبة رجلي الشمال هي ركبة رجلي اصلا كانت مؤلمة مريضة لكن ما كانتش ورمة اللقاح تسبب في ورمها عدت يومين في المستشفى خرجوني بعدها لكن ركبتي لستها لحد دلوقتي ورمة السبب التاني لما خرجت من المستشفى لقيت اخت كبيرة مع ايتاب الكورونا ماتت في نفس اليوم اللي دخلت في المستشفى هذا كان سبب من ان اتعطلت على حضارك في الفترة اللي فاتت حصلت أحداث مهمة بخصوص سرد النهضة احداث 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 تقدروا تقولوا خطيرة جدا بالنسبة لمصر يعني كنت انا قلت لكم قبل كده كنت انا قلت في الفيديو سابق قبل كده ان اسيوبيا مش ها تقدر تعلي الجزء الوسطاني قلت انا مش هتقدر يقول كنت انا اول واحد كنت انا اول واحد يقول ان اسيوبيا مش هتقدر تعلي جزء الوسطاني كنت انا اول واحد يقول ان اسيوبيا هتتلكأ في سد الفتحة اللي في النصر لانها مش عايزة تملى الملء الثاني لانها عارفة ان السد فيه عيوب وان السد هيقع والكلام ده كان من 25 يوم وناس كتير هاجموني واللي قلته حصل فعلا اسيوبيا يدوبك من يومين اتنين بس بدأت تحط خرصانة وكل اللي حطته متر خرصانة اللي انا شفته في الصور خشب على الناحيتين من السد وما شفتش حديد انا معرفش ازاي بتصب خرصانة سمعت ما شفتش خرصانة سمعت ان اسيوبيا صبت خرصانة السملات اللي عملتها يا دوبك تشيل متر خرصانة ازاي هتصب خرصانة من غير حديد من غير الاسياخ الحديد ازاي معرفش وقلت لا اي حد يجاوبني اي حد عنده صورة للسد فيها اسياخ حديد ما حدش جاوب فحكاية ان اسيوبيا تصب خرصانة بدون اسياخ حديد بدون الحديد ده تهريج يعني معرفش ازاي ده ممكن يحصل اللي كانوا بيتحقوا علينا يعني ولكن نفترض انهم هيصبوا خرصانة الفترة اللي جاية متاخدش اكتر من تمانية متر او عشرة متر بالكتير مش خمسة وثلاثين متر زي ما بي يقولوا حنام لهنام يعني الحد النهاردة ابي احمد بيقول هملة 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 هو عارف انه ما يقدرش يملأ اكتر من اربعة مليار او خمسة مليار لانه ما يقدرش يعلي اصلا اكتر من تمانية متر او عشرة متر خاصة لو الفيضان جاه بادري محدش ضامن الفيضان بيقول ان فيضانات هتيجي في اخر سبعة طب ولو جات في اول سبعة يبقى معنى كده ان الاخر مترين تلاتة هيكونهم لسه ما نشوفوش والفيضان هيوقعهم بالمنطق ولو هو عايزين يسدهم بحق وحقيقة وعندهم نية للسد سد الفتحة اللي في النص اللي خلاهم واستنوا لحد دلوقتي ما كانوا سدوا من زمان قلت الكلام ده قبل كده اسيوبيا عارفة انهم مش هي يقدرهم لا يسدوا الفتحة ولا يحطوا التعبئة التلاتاشر مليار اسشان تحط تلاتاشر مليار لازم يسد الفتحة دعا عملت ايه اسيوبيا؟ قالت نعملها بجميلة انتصلت بامريكا تيجي تلف لفتها في الشرق الاوسط على انها بقى بتحل المشكلة وامريكا تقول ان اسيوبيا وفقت انها بس تحط خمسة مليار وده كان طلب مصر من زمان بدل من نعبي السد على ثلاث سنين هنعبيه على سبع سنين ولا على عشر سنين عشان مصر ترتاح قال يعني هم بقى بيجملون بانهم عايزين يعبوا اربعة مليار او خمسة مليار بس مع انهم اصلا ما يقدرواش يعبوا اكتر من كده ده ايزا بينهم عشرة متر فهمينها؟ يعني هم فاكرين ان ان المصريين دول هبل ما يعرفوش ان مصر تعرف عن السد اكتر من الاسيوبيين يعرفوا الخطورة بقى في ان لو اسيوبيا قالت انا موافقة على كل الشروط المصرية والسودانية ده اللي انا اسمعته اخيرا يعني ان اسيوبيا تقول انا موافقة على كل الشروط المصرية والسودانية اللي بتطلبوها من عشر سنين تعالوا من نمضي على اللي انتوا عايزينه عشان نعمل الملء التاني اللي هو هيكون اربعة مليار او خمسة مليار اولا مش مجرد يعني عشان نعمل اتفاقية الاتفاقية دي مش مجرد ان احنا هنقعد ونمضي على اوراق وبعدين بعد كده المية تيجي واسيوبيا تمل اتفاقية معناها الاول لازم نشوف هل السد ده يتحمل اربعة مليار كمان ولا لا ودي النقطة اللي محدش بيتكلم فيها الكل بيتكلم فيه اتفاقية اسيوبيا موافقة اسيوبيا هتحط بس اربعة مليار اسيوبيا هتمل على عشر سنين يا جماعة قبل ما نقطة مية تتحط قبل ما مصر تمضي على اي حاجة او قبل ما السودان تمضي على اي حاجة لازم نشوف هل السد يتحمل اربعة مليار تاني ولا لا لان السد ده اصلا اتشارخ والشروخ ورانا وردها لكم في الصور سد مشروخ والمية مش يتشارخ اتفتح كده هارفين يعني ايه سد اتفتح كده والعلاج باين في الصور يعني السد ده اصلا مش ممكن حيتملي لسبعتاشر مليار ولا مستحيل هو كان اصلا متسمم ل11 مليار وحتى ال11 مليار طلع فيه شرخ ومعامل امان واحد ونص يعني الله اعلم اذا كان السد ده يتحمل اربعة مليار كمان او خمسة مليار متر مية كمان او لا الله اعلم حتى اسيوبيا نفسها حتى اسيوبيا نفسها ممكن تكون خايفة انها تحط اربعة مليار مية او خمسة مليار مية علشان كده الحد النهاردة بيقولوا هنحنم للملء التاني سواء مصر ملت او مضتش انا بقول للحكومة المصرية او السودانية قبل ما تمضوا على اي حاجة لازم تشوفوا السد يتحمل ولا ما يتحملش وانا متأكد انه ما يتحملش لان فيه اخطاء هندسية وتشهرخ وطبع عشان تجيب لجان فنية تشوف السد يتحمل ولا ما يتحملش دي عايزة وقت والملء التاني بعد شهر طبعا نتيجة اسيوبيا تقول ما فيش وقت ان احنا نجيب لجان وتكشف ما فيش وقت الكلام ده انتو عايزين طمدوا هنمضلكوا على اللي انتو عايزينه يا مصريين هنمضلكوا على بياض هنقول لكم يا مصريين تعالوا انتم املوا املوا السد بالطريقة اللي تعجبكم ان شاء الله تحطوا مليار متر كل سنة بس لازم الملء التاني يحصل وما فيش وقت للخبراء يجوم ويشوفوا السد ويشوفوا الاساسات مفيش وقت هو ده المخطط الاسيوبي انهم يجوا في اخر الملء الشهر الجاي ويجوا يقولوا دلوقتي احنا موافقين على كل شروطكم يا مصريين خلاص احنا خلاص سلمنا احنا خفنا منكم لا تضربوا السد ووفقنا انتم خلاص انتم كسبانين يا مصريين يلا نمضي على كل طلباتكم اللي انتم عايزينها من عشر سنين بشرط خلونا نملك الملء التاني وهنحط بس خمسة مليار زي ما انتم عايزين طب يا جماعة يلا نجيب لجان فنية تشوف اساسات السد وتدرس الخرايط اسيوبي تقول مفيش وقت للكلام ده الكلام ده بياخد وقت وبعد كده تيجي اسيوبي تقول للعالم كله انها موافقة على كل شروط مصر ولكن مصر هي اللي مش موافقة وبتتلكق وبتتحجج فاهمين المخطط ولا مش فاهمينه هيجي الوقت ان اسيوبي تقول انا موافقة على كل طلباتكم يا مصريين بس يلا نخلصها مفيش وقت لان احنا نجيب خبرة ويشوفه السد يتحمل ولا ما يتحملش مصر هتقول لا عايزين يجيب خبرة ولازم تقول لا عايزين يجيب خبرة يشوف السد يتحمل الاربعة مليار اللي جايين ولا لا السد اصلا يتفتح يبقى لازم يجيب خبرة يشوف تيجي اسيوبي تقول لا مفيش خبرة مش نلحق نجيب خبرة احنا وفقنا على طلباتكم وهنبدأ على اللي انتوا عايزينه فهمتوا المخطط الاسيوبي اللي امريكا وفرنسا عايزين يأكلوا المصر اللي انا خايف منه ان السودان توافق انها تمضي مع اسيوبيا على اساس ان اسيوبيا وفقت على كل شروط السودان والسودان تيجي قدام شعبها اسيوبيا وفقت على كل الشروط وطبعا مش هيقولوا ان السد فيه عيوب او مفيش عيوب والشعب السوداني ما هواش بزكاء الشعب المصري والمسؤولين السودانيين وبقولها مرة تانية انها عملاء لاسرائيل وعملاء لاسيوبيا لو الحكومة السودانية وفقت على ان اسيوبيا تحط اربعة او خمسة مليار مهما قدمت اسيوبيا من تنازلات يبقى المسؤولين في السودان عملاء بلا نقاش ليه؟ لان اول ما اسيوبيا ستطلها اربعة او خمسة مليار ورا السد على اساس ان ممكن السد يتحمل سنة او اتنين لانه اصلا كان بالصباب لحد عشر مليار هيحطه عشر مليار هنقول انه هيتحمل سنة او اتنين لكن كده كده هيقع ولكن مش هيقع السنة دي مش هيقع السنة الجاي عارفين السد ده هيكون عبارة عن ايه بعد كده؟ كومبولة مائية لو اسمعوا الكلام ده وسجلوا الفيديو ده عندكم لو السد ده هتحط فيه خمسة مليار كمان وبقى المجموعة عشرة مليار السد ده مش هيرتفع ولا سنتي بعد كده هيفضل عند العشرة مليار وهيقف ليه؟ لانه مشروه وبالعشرة مليار ممكن يقع في اي وقت وعلشان اسيوبيا تلحق السد ده ما يقعش هتتصرع في بناء سدود تانية على النيل الازرق علشان تمنع الفيضانات اللي جاية من انها تروح لسدناها فاهمين؟ هتبني سدود تانية لحد ما هتنشف نهر النيل وهتقول مصر هتقول لها احنا مضجين معاكم معاهدات هتقول لها انا خلاص انا اكلت المعاهدات اسيوبيا مش دولة معاهدات ما اصلا المعاهدات اللي موجودة حاليا اللي ممضية سنة 1902 1959 ممضية بملك اسيوبيا اسيوبيا ما كانتش محتلة مصر اللي كانت محتلة سنة 1902 لكن اسيوبيا لا اسيوبيا كان فيها مالك ما كانتش دولة محتلة شفت النصب بتاع الاسيوبيين يقول لك مناش دعوا بمعاهدات الاحتلال انتو ما كنتوش محتلين اصلا مصر اللي كانت محتلة مش انتم وانتم علشانتو وانتو يا اسيوبيا علشانتو تعملوا المعاهدات دي اخدتو ارض من السودان اللي انتو مدين عليها السد شفت الفجر شفوا الفجر بتاع اسيوبيا ياخدوا ارض من السودان في مقابل انهم ما يعملوش سد ويعملوش سد على نفس الارض اللي اخدوها من السودان في فجر اكتر من كده في فجر اكتر من كده المهم لو اتحط 4 او 5 مليار تاني يبقى قضية النيل انتهت يبقى النيل هينشف مهما اسيوبيا مدت معاهدات اسيوبيا لا تحترم معاهدات هتقول لك انا مش اعترف بالمعاهدات انتو خلطوني امضي بالسف عليها هددتوني اللي هتضربوا السد عشان كده مضيت دلوقتي عايزين تضربوه اضربوه مين هيقدر يضرب السد وفي 10 مليار السودان نفسها هي اللي هتحمي السد عارفين معنى ان السد ينضرب في 10 مليار هيموت فيها 10 ملايين سودان مين هيقرق يضرب السد وفي 10 مليار هتبص تلاقي على طول السودان راحة لحضن اسيوبيا واسيوبيا هتقول لها تعالي واسيوبيا هتعطي السودان كل اللي هي عايزة من المية في مقابل انها تعطيها كل الولايات اللي اللي لازع في اسيوبيا تلاقي من ولاية النيل الازرع لحد ما توصل للبحر الاحمر عشان اسيوبيا عايزة مين على البحر الاحمر وعشان اسيوبيا عايزة ارض السودان اللي بتتزرع فيها ما فيهاش مرتفعات يعني ماش جبال ارض مسطحة والحكومة الاسيوبية عارفة الكلام ده رئيس الوزراء ووزارة الخارجية عارفين الكلام ده ولكنهم خينين خينين لبلدهم وتفكيرهم انهم مش خينين ليه؟ هيقولهم الولايات اللي الاسيوبيا هتاخدها وفي ايه المشكلة؟ ما هو الشعب اللي عايش فيها هيفضل عايش فيها كل اللي فيها انه بدل ما هيبقى الشعب سوداني لا هيبقى شعب اسيوبي لا تفكيرهم يعني هما في تفكيرهم ما بيعملوش حاجة غلط كل اللي فيها ان الناس اللي عايشين في الولايات دي بدل ما كانوا اسيوبيين هيبقوا سوداني بدل ما كانوا سودانيين لا هيبقوا اسيوبيين بس وأسيوبيا هتعطي المياه لبقيت السودان فاهمين ده المخطط اللي هيحصل بعد كده وغير كده عشان أسيوبيا هتعطي المياه للسودان بعد ما تاخد كل الولايات هتشترط عليها عمل سد في تقابل نيل الأبيض بنيل الأزرق يعني أسيوبيا هتقول لها أعطيك المياه بس ما تخليهاش توصل لمصر إزاي؟ تعملي سد في المنطقة اللي بيتقابل فيها نيل الأبيض ونيل الأزرق لأنهم بيتقابل في السودان تعمل سد إكباري يا إما تعملي السد يا سودان إما مش أعطيك المياه تفتكروا السودان هتعمل إيه وفي الوقت ده هتكون الحكومة السودانية موالية لأسيوبيا وهيكون أسيوبيا محتلة أربع ولايات سودانية وهيكون وهيكون حنفية المياه في إيد أسيوبيا تفتكروا إيه اللي ممكن السودان تعمله غزبا عنها هتبني السد وهتقول لها مصر يا مصر أعمل إيه؟ هتقول لها مصر يا مصر وليلي أعمل إيه؟ أسيوبيا أفل المياه عننا نعمة دلها يحصل إحنا أجيب معاكم آه دفاع مشترك يا مصر بس أسيوبيا قطع المياه عننا مش عارفين نعمل إيه ومشترت عليها نعمل سد ونطع عن كل مياه وإلا هي موتونا حلوها أنت باية مصريين أهل اللي بإيد مصر تعمله تضرب السد هيموت 10 ملايين سوداني النيل هينشف أول ما نلاقي النيل هينشف هنضرب السد صحيح هيموت 10 ملايين سوداني بس يروح مباعدك روح طيب ضربنا السد 100 10 ملايين سوداني 100 ملايين سوداني 100 مليون سوداني هيموتوا مفيش نقاش ده غير الضمار الشامل 10 مليار متر ضمار شامل يعني كنبولة ناوية بالضبط كنبولة ناوية تفتكروا من السودان هتبقى حيبقى علاقتها مع مصر بعد كده بعد تدبير السد بعد موت السودانيين اللي هيحكم السودان هم أعداء لمصر وهدفهم الاستراتيجي تدبير السد العالي من حقهم محدش يقدروا لومهم ضمرتوا السد بتاعنا وقتدتوا الملايين هنتضمر السد العالي هلأت الملايين عندكم والسودان تقدر تضمر السد العالي لأنها قريبة من بعض ده غير ان في الوقت ده هتلاقي كل الدول بتساعد السودان بأسلحة وصواريخ تساعدها انها توصل للسد العالي لأن مصر خلاص نلها نشف مصر خلاص بقى الدولة خلاص معدتش دولة يعني معدتش في مصر اني لنشف معدتش في مصر هتعملوا ايه مصر هتضربوا السد العالي بقيت عدوه مع السودان هتلاقي العالي اسرائيل هتضرب السودان صواريخ تقدر توصل للسد العالي والسودان هتضرب السد العالي واحنا بقى نعمل مع السودان حرب استنزاف طويلة المدى واسرائيل على قلبها خبر خير الجيش المصري الاقتصاد المصري يستنزف في السودان اللي طبعا اسيوبيا هتساعدها واللي طبعا اسرائيل وامريكا هيتساعدوها ومن غير من حس نلاقي سيناء اسرائيل دخلت خلاص سيناء وخلاص قناة السويس اللي الناس ما تعرفوهش الناس اللي بيتكلموا في موضوع السد ده ما يعرفوهش ان امريكا ما بتفكرش اللي هتعمل ايه السنة الجاة والسنة اللي بعدها امريكا واسرائيل بيفكروا لمدة خمسين سنة قدام انا باسمع الناس اللي بتتكلم على السد تفكيرهم محدود بطريقة غريبة تفكير محدود امريكا ما بتفكرش لسنة او اتنين او عشر دول بيفكروا الخمسين سنة قدام خلاصة الكلام ده ان السد ده لا يمكن يتحطي فيه الملء التاني السودانيين مش موافقين عملاء السد ينضرب من جزيرة نورة اللي في اريتريا اريتريا مش موافقة احنا عندنا تيران يقدر يعد من فوق اريتريا غزبا عنهم عندنا تيران يقدر يوصل للسد من فوق السودان وحتى السودان ما تقدرش تمسكهم لكن لو مصر هتضرب السد لوحدها بدون مساعدة السودان او بدون مساعدة جزيرة نورة في اريتريا يبقى حنضرب السد وبس للا انا ما نقدرش ندخل جوا اسيوبيا اكتر من كده وفي الحالة دي نقطع كل علاقات مع السودان ما فيش علاقات دفاع مشترك حلو مشكلكم مع اسيوبيا ضربنا السد والمية بتاعدنا رجعت لنا حلو مشكلكم انت بقى مع اسيوبيا ما فيش علاقات مع السودان ما فيش معادة دفاع مشترك ما فيش انتو مساعدتناش في ضرب السد احنا ضربنا سودانيين لكن لو السودان وفقت هي السودان خايفة خايفة تحارب اسيوبيا خايفة تضرب السد ليه عملاء يقوا قدام شعبهم يقولوا احنا خايفين لو ضربنا السد اسيوبيا هتضرب سد روسيروس ده مستحيل لأن ضرب السد مش هيموت اسيوبيين موية هتجع على السودان لكن ضرب سد روسيروس هيموت سودانيين بالملايين ده مستحيل الحاجة التانية لو اسيوبيا سمحت لمصر انها تضرب اسيوبيا من اراضيها هتبقى ضربة قاتلة هتبقى ضربة للمطارات للمدفعية لقواعد الصواريخ للدبابات للجيش كله ومصر عارفهم فين واحد واحد زي ما قلت تضرب طرق كباري محطات كهرباء محطات طحلية مياه تضرب برلمان الاسيوبيا بيت رئيس الوزراء بيت رئيس الجمهورية مخازن السلاح مخازن الاكل مخازن الدواء يعني باختصار ترجع اسيوبيا للعصر الحجري زي ما قلت قبل كده اذا ده حصل هتلاقوا كل الدول اللي بحاوطها اسيوبيا هتخش الحرب وهتضرب في اسيوبيا ليه الصومال اسيوبيا نشفت لها نهر الصومال مخنوقة الصومال اعطت اسيوبيا مينة غزبا عنها بالسيف عليها عشان اسيوبيا تعطيها شوية ماء تفتكروا لو لما الصومال تلاقي مصر دمرت اسيوبيا هتقعد سكتها هتدمر هي كمان السد اللي على نهر الاشبيلي ده وحتخش في الحرب ومش بعيد تحتلقها 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 من اسيوبيا نفس الشيء كينيا في بحيرة الله أعلم بحيرة بوركينيا ولا بحيرة اسمها بحيرة ايه كينيا هتنشف مع الوقت لأن اسيوبيا تحتلق سد مش عارف اسم البحيرة ايه وقلت عليها في الاسيوبيا حطت سد على البحيرة دي معلتش بنزلها مطرة بحيرة في كينيا بحيرة كبيرة طريبا اسمها بوركينيا والله أعلم مهم لو دورتوا عليها هتلاقوها هتلاقو اسمها ايه طريبا بوركينيا حاجة زيكاد بحيرة بحيرة في كينيا اسيوبيا عملت سد وبقالش في مية بتوصل هنا اسيوبيا دولة خينة لما كل الدول اللي حوالي منها بتكره بالضبط زي اسرائيل اسيوبيا بتنفذ نظام اسرائيل اسيوبيا فكر نفسها الصين اسرائيل بتقول اسيوبيا انت عندك المية بتروح للجران قفل المية تتحكم في الجران ده اللي اسرائيل حطا في مخ اسيوبيا عندك المية بتروح للجران اقفل المية تتحكم في الجران فعلا نجحت في التحكم في الصمال ونجحت في التحكم في كينيا فبقى لا تجرب مصر فكرة نفسها الصين الصين بتعمل كده بس الصين كوة عظمة الصين مش اسيوبيا اسيوبيا مش الصين فهمتوا يا شباب يعني السد ده لازم ينضرب حتى يعني بقول حتى لو سمحهم بانهم يجيبوا خبر عالميين ويشوفوا خراية السد وخبر عالميين قالوا السد يتحمل 4 مليار كمان برضو ينضرب عشان نجيبها من الاخر بقى السد ده مش ممكن يكون واقف وإذا الحكومة المصرية ما ضربتش السد ده وسمحت بالملء التاني تبقى الحكومة المصرية عميلة الإسرائيل ما فيش نقاش ما فيهاش نقاش لو الرئيس السيسي وافق على أي شروط لأسيوبيا حتى لو أسيوبيا قالت له تعالى أنت تتحكم في السد لو السيسي وافق يبقى السيسي عميل إسرائيلي وكان بيغش نا الكام سنة اللي فاتد السد ده لازم يتهد أنا معرفش ليه السيسي أصلا وافق على أن السد يمكن وافق علشان ياخد رفال من فرنسا يمكن لأن أصلا لو لم يكن وافق فرنسا ستجعله الرفال يمكن وافق عشان ياخد الرفال أنا هذا تفكيري يعني أنا تفكيري أن السيسي قال السد تبانى تبانى والسد لازم ينضرب هضربه إزاي وأنا ما عنديش رفال وما عنديش حاجة تخلي الأسوبيين ما يبنهوش فخليهم يبنوا خلينا ياخد الرفال وبعد نضرب هولهم ده بيتهيأ لي ده اللي سيسي فكر فيه فهمينها يعني فيه ناس بيقولوا هو ليه مضع الاتفاقية مضع عليها عشان ياخد الرفال لو مضع مضع ياخد الرفال أصلا ما كان فرنسا هتدينه ليه لأن هتقولوا انت عندك مشاكل مع الشاب يعطيك الرفال لشان تضرب السد لكن بعد مضع الاتفاقية قالوا خلاص يا جماعة أنا ما عنديش مشاكل هتفقنا فاخذ الرفال ده تفكيري أنا معرفش هل السيسي كان بيفكر بالطريقة دي ولا لأ بس أنا هقول أنه كان بيفكر بالطريقة دي لأن غير كده أخير فأنا أقول لأنه مش خير وكان بيفكر بالطريقة دي لأني دايما عايز أكون في صف أستاذ السد ده لازم ينضرب فهمتوها ولا في حاجة تاني نقصة الأمور التضحت كل أنا عايز أن ضرب السد يكون قبل يعني إيه يعني نستنى لحد ما نشوف الأمطار بتاعت الفياضانات نزلت أمطار الفياضانات بتنزل بتاخد لها عشرة أيام على متوصل لبحيرة السد هي الفياضان مش هيحصل النهار ده Theater wart LOH لما أمطار الفياضان بتبدأ عد عشر أيام على ما توصل للسد أسبوع على ما توصل للسد بحيرة السد في الأسبوع ده السد يندرب ليه الانتظار لأنني أنا عايز ألعب بأعصاب أسيوبيا زي ما هي بتلعب بأعصابنا أنا ما زلت على يقين أن أسيوبيا عايزانا نضرب السد وما زلت على يقين أن أسيوبيا خايفة تملى السد أنا ما زلت على يقين أن أسيوبيا خايفة تملى السد بدليل انها ما بناتش الحيطة مسددوش هم المنطق يا جماعة ما قد تقدر تسد الحيطة من شهر يناير وقد تسد الخمسة وتلاتين متر ما سددش وعملت التلقق في السندان بتبني دلوقتي والأمطار جاي الشهر الجاي ده معناها انها مش عايزة تسد مش عايزة تسد يعني مش عايزة تملى مش عايزة تملى يعني فيه مشكلة في السد ده غير اللهجة العنجهية يعني عايزة نضرب السد عايزة نضرب السد يعني فيه مشكلة في السد مش عايزة تسد يعني مش عايزة تملى طيب احنا بقى هنصبر لحد والمية تنزل عشان أشوف السيوبيا هتعمل ايه اقول لكم ده احتمال ممكن يحصل وممكن ما يحصلش انتو عارفين انا بفكر فيه وفي ناس تقول له احنا هنمشوا على افكارك احنا هنمشوا على تهيواتك افكاري هي افكاري لك انا قلت ان السد هينضرب هينضرب كل ما انا قلته ان تستنى لحد قبل ما المطرة تنزل قبل ما المطرة توصل بقى اسبوع فهم حد الشي يبعث المثال وقول لي انت لي مش عايزة نضرب السد لا احنا هنضرب السد ده موضوع منتهي الانتظار ليه علشان اشوف رد فعل اسيوبيا ايه لان انا شخصيا عندي احساس كبير ان اسيوبيا مش عايزة تملى السد طيب واحد هيقول لي لما هش عايز تملى السد بتبني العشرة متر دول اقول لك علشان تدينا الاحساس انها هتملى عشان نضرب طيب ولو احنا مضربناش هتعمل ايه اسيوبيا ما فيه احتمال ما اسيوبيا برضو مش عارفة ما اسيوبيا فكرة ان احنا فاهمين اللعبة اسيوبيا بتقول اعمل ايه لو مضربوش السد انا بنيت عشرة متر هيجي خمسة مليار اعمل ايه لو مصر مضربتش السد واعمل ايه لو الخمسة مليار دونجوم والسد وقع والسد معيوب واللي يقول له مش معيوب بيفهمش انتو عارفين انا بتوقع ايه ده توقع ممكن يحصل ممكن ما يحصلش بتوقع ان اسيوبيا في العشرة متر اللي هتعل فيهم الفتحة دي سد فيهم فتحة هتعمل فيهم فتحتين كبار فتحتين تصريف مية كبار اكبر من الفتحتين اللي موجدين دلوقتي فتحتين كبار كبار جدا ليه علشان لو على العشرة متر ماهو برضو اصلا اسيوبي بتفكر الاسرائيلي بتفكر له فأبي احمد يقول هعمل ايه لو على والمصر ما ضربتش والمية جد وضربت السد والسد وقع اعمل ايه فتفكير اسرائيلي بيقول له علي وإعمل فتحتين كبار تبان قدام المصريين ان انت ضميرك حلو وعملت فتحتين كبار اهو علشان تبقى تعطيهم مية كتير لان المصريين دائما يقولوا الفتحتين دول قليلين 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 قدينا يا سيدي اعملت لكم فتحتين كبار علشان ابيان لكم قد ايه انا نيتي صافية ونيتي حلو ده ممكن يعمل الفتحتين دول في العشرة متر وممكن يقول انا عملتهم عشان اريكوا قد ايه انا نيتي صافية ونيتي حلو يلا بقى امضم علشان نعبي وكل الهدف من الفتحتين الكبار دول ان الله ومصر ما ضربتش السد والفيضان جه يوم يفتح الفتحتين الكبار يفتح الفتحتين الصوارين يفتح البرابخ اللي تاخد اللي تحت يوم المية اللي هتسيجي من الفيضان تعد كلها على انين الازرق والسد ما يقعش فهمتوها انا لو ما كان ابي احمد هعمل كده علشان نبقى مسك العصاية من نص ضرب في مصلحتي ما ضربش في مصلحتي انا بحط نفسي مكان ابي احمد وبفكر اعمل ايه ومن هنا بتيجي الافكار دي ولو انا بقول لو ده مش مؤكد لو التعليق اللي حصلت دي حصل فيها فتحتين كبار يبقى انا تفكيري صح مية في المية لو ما حصلش خلص ابقى ما مش ملم بكل حاج انا بقول احتمالات سيناريوهات فاهمتم سيناريوهات لكن ايا كان السيناريو السيد ده لازم نضرب فاهمتم لو جه السيناريو بتاع فاهموا بقى اسمعوا نقضي كويس قوي لو حصل السيناريو اللي انا بقول عليه ان اسيوبيا هتعلل عشرة متر وهتسيب فتحتين كبار فيه يبقى مش محتاجين نضرب السل ليه لان معنى كده ان احنا خلاص عرفنا ان السيد ده فيه عيوب وان اسيوبيا خايفة من الملء من خمسة مليار مية من خمسة مليار مية تحطهم افهموا معايا يا جماعة عشان فيه ناس هتيجي تقول لي انت مرة تقول اضرب مرة تقول ما تضربش مرة تقول اضرب انا بقول لكم سيناريوهات 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 اي حد يقول لكم عارف ايه اللي هيحصل في موضوع السيد بيجذب عليكم انا بقول لكم سيناريوهات وكل ما الوقت بيقدم كل ما بنعرف اكتر افرق اسيوبيا بتفكر ازاي فاهمين لو اسيوبيا علت عشر متر وعملت فاتحتين كبار ده طبعا مش حبا فينا يبقى على طول اسيوبيا عاملة حساب ان لو مصر ما ضربتش السد تعمل ايه زي ما قلت ما ضربتش السد الفيضان حصل هتروح فاتحة الفتحتين اللي فوق الفتحتين اللي تحت البرابخ الفيضان يطلع على النيل اللي ازرق على طول وهما حظوهم بقى السد وقع ما وقعش حتى لو وقع في الفترة دي فحيبقى مش مش هيكون بكميات مية كبيرة تقدر تأذي تأذي سد الوسيروس لان اصلا المية بتيجي بتخرج على طول ما فيش تخزين فاهمين المية اللي بتيجي بتخرج ما فيش تخزين فحتى لو السد وقع مش هيكون فيه وراء غير الثلاثة مليار اللي موجودين مش هي السد الوسيروس لو السيناريو ده حصل يبقى انا تفكيري صح بس عدنا مش محتاجين بقى ندرب السد ليه مش محتاجين ندرب السد لان احنا كده عرفنا انه هيقى على واحده يبقى نطراب وليه ونصدر على دماغنا ليه معايا ولا ايش معايا فهمين كلام ولا مش فهمين كلامي لكن لو بنا وما فيش فتحات وعمل عشرة متر والمطرة نزلت خلاص قبل ما توصل لسد او قبل ما توصل لبهير السد ينضرب خلاصين انا بقولك سيناريوهات كلامي انا بقوله ده فيه رأس هتقول عليها مجنون سدقوني انا مش مجنون اللي انا عرفه حكومات دول ما تعرفهاش قلتلكم قبل كده الولد الولد الاسمه رطفي زكريا ده اخواني حجمتوني اه رطفي زكريا اخواني ها 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 اه يا اخوي رطفي زكريا اخواني شوفوا القيه على الامارات بنازل دح في الامارات بيقره المصريين في الامارات بيحط خزو خزو بمصر والامارات بيقولن الامارات بقت جسوسة على مصر الامارات اتفقت مع اسيوبيا على مصر ليه علشان عملت مصالح مع اسيوبيا شكونا احنا مصريين عندنا مصالح مع اسيوبيا ولو ضربنا لهم السد حنضرب السد وبردو عندنا مصالح مع اسيوبيا المصالح الدول ما بتتقسش بالطريقة داي مصالح الدول ما بتتقسش بالطريقة داي امريكا وروسيا مشاكلهم ما بتخلصش جو بايدن قال على بوتين انه قتل قتلة ومع ذلك في تجارة بينهم وهيتقابلوا بعد كم يوم مصالح الدول ما بتتقسش بالطريقة داي الامارات ما هياش عدول مصر الامارات ما اتفقتش مع اسيوبيا على مصر دي مصالح دول مصالح الدول فاهمين يا جماعة واحد في جديدة كاتب مقال ضد مصر مش معنى كده انه يقول الامارات كلها ضد مصر علشان الكاتب دا ما يقدرش يكتب قلب أمر الحكومة الاماراتية جبت الكلامنا منين ما قلوكو حاجة يا جماعة صدقوها ما قلوكو الودة اخواني صدقوا انه الودة اخواني ما قلوكو بطروا تسمعوا الودة بطروا تسمعوا الودة طبع الاخوان هيسمعولو دا موضوع منتهي كله أنا بقول ما قلوكو عليه ما تصدقوش كلام الودة الاسم زكريا لطف زكريا دا خلاص يا شباب الإمارات ما هياش عدوة المصر خلاص الفيديو كده بقى طويل أتمنى تكون أتمنى أكون وصلت رسالة أتمنى الرسالة تتفهم أتمنى ما تهاجمش لأن كل ما أنا قلته سيناريوهات خلاص وصدقوني في حاجة كتير بعرفها حكومة الدول ما تعرفوهاش كل سنوان طيبين السباح على خير